في هذا الفيديو سوف أشارك معكم أفضل إعدادات لوحة التحكم نفيديا كنترول بانل للألعاب السلام عليكم شباب في وحاكم إن شاء الله ديمون تكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم مجموعة الخير سيكون عن كروت الشاشة نفيديا أفضل إعدادات نفيديا كنترول بانل لوحة التحكم للألعاب لزيادة الفريمات والتخلص من جميع مشاكل اللاق وهبوط الـ FPS شباب أكيد الإعدادات هاي اللي بستخدمها سواء على الكرت السابق الف وقمت سيتي آي أو على الكرت الحالي إعدادات بتضبط مع جميع الكروت أكيد ورح أوريكم طبعا إذا بدك performance أكتر أو quality وجودة أكتر بدون ورن كتير حكي كتير شباب زي ما بتشوفوك الدقم على هاي الصورة أغلب بيثبت لي شاهدون القناة مش من الشاركين فالله يساعد ليكم مرب اشتركوا في قناة فعلى زر الجرس وخلي الإشعارات على الكل طبعا شباب أول خطوة وأول شغلة لازم نسويها لازم نتأكد أنه إحنا محدثين كرت الشاشة لآخر وأحدث إصدار متوفر عندنا درايفرز هون وتحدث كرت الشاشة زي ما بيشوفون هون أنا عندي درايفر جديد فلازم أضغط هون download وأحمل التحديد الجديد ولكن أنا كرت الشاشة بحدثه بطريقة ثانية سبق وأفضل سبق وشركتها معاكم في القناة شباب تقدرون ترجعون لها بعد ما نتأكد أنه إحنا محدثين كرت الشاشة بنضغط كليك يمين هون ونروح لإنفيديا كنترول بانل اللي مش ظاهرة عنده هون إنفيديا كنترول بانل شرحت كمان في القناة كيف تظهرها بسهولة أوكي شباب لما بنفتح لوحة التحكم تظهر معانا بهذا الشكل طبعا أول خيار هون adjust image settings فنخليه على الخيار اللي في النص use the advanced 3D image settings وبنقول له هون apply نختار هذا الخيار اللي بعده manage 3D settings هذا الأهم عندنا هون global settings هون image scaling بنخليه off ambient occlusion بنخليه off filtering بنخليه application controlled anti-aliasing fxaa بنخليه off وال gamma correction اللي بعده هذا بنخليه on anti-aliasing mode بنخليه application controlled لا تغيروا لا خليه زي ما هو application controlled anti-aliasing transparency شباب بنخليه بهذا الشكل off background application max frame rate بنخليه كمان off لا الكودة gpu بتيجي هون وبتعلم على كرت الشاشة الخاص بيك وبتقول له هون ok اللي بعده الكودة system هذا نخلي driver default DSR factors off low latency mode خيار مهم جدا حاول تخليه on للكروت الضعيفة كتير مثلا الكروت الشاشة الداخلية او كروت 1 جيجا واقل تخليه on ولكن يستحسن تخليه ultra low latency mode خليه ultra max frame rate خليه off multi frame sampled aaa خليه off open gl gdi compatibility خليه هذا auto بتقدر تخليه prefer performance ولكن انا هاد الخيار بنصح انك تخليه auto وخلي الكرت يختار ابراحة او open gl rendering gpu بتختار كرت الشاشة الخاص بيك انا كرت هذا فابقدر اختاره نفس الشيء هون power management mode فبالنسبة لهذا الخيار شباب افضل تخليه prefer maximum performance لبعده shader cache size خليه driver default texture filtering نخليه on texture filtering negative lod نخليه low مشكله low بعدها عندنا هون texture filtering بالنسبة لهذا شباب تقدر تخليه quality زي ما الكرت مخليه quality جوده اكبر وجوده افضل ولكن بالنسبة اللي بيعانون من مشاكل الفريامات الاقل او عندهم مشاكل للاق فبتقدر تخليه high performance عشان نحصل على اداء احسن انه يركزلي على quality ويكون الاداء اقل زي هبوط الفريامات او drop fps فبنخليه high performance انا عن نفسي بخليه high performance دايما ال filtering هذا بنخليه on treated optimization auto triple buffering بنخليه off خلاص vertical sync use the 3d application settings هذا الخيار virtual reality هذا واحد اوف واوتو بالنسبة لهذه الخيارات اللي بدو يعربها شباب او اذا كانت بالعربية وبدو يرجعها بالانجليزية ففي فيديو كمان شرحت فيه في القناة طريقة تغيير اللغة على اعدادات انفيديا لما بنخلص شباب بننزل تحت على apply وهذه هي الاعدادات اللي انا ثابت عليها وبالعب عليها جميع الالعاب وكل الالعاب شباب وبضابط معايا تمام التمام هون عندنا program settings بالنسبة لهذا الخيار شباب مهم جدا هون تقدر تضيف مثلا لعبة معينة وتخصص لها اعدادات لحالها على سبيل المثال بقدر اضيف البرنامج للخلفيات المتحركة بقول له add ومن هون تقدر تخصص له اعدادات لحاله غير الاعدادات اللي جميع الالعاب هاي في هون اعدادات لبرنامج على حدة تقدر تخصص له اعدادات زي مثلا بدك بس اللعبة الفلانية هاي خاصية هون ما بديش مثلا performance وبدي quality على سبيل المثال هون بدي high quality على البرنامج الفلاني هاد ما بديش performance فتقدر تغيروا للبرنامج هاد او اللعبة هاي لحالها وهاي خطوة رائعة جدا مصراحة تقدر تسويها خطوة كمان شباب مهمة جدا رح تيجي هون لاد ورح تروح لبراوز هادا بعدها شباب رح نروح لديس بي سي نكبر ونروح للكال ديسك سي هادا وهون شباب رح نروح لخيار ويندوز هون رح ننزل تحت عند هادا الخيار اكسبلورر.exe اكسبلورر.exe نضغط على هادا الخيار شباب بعدها نيجي هون ونخليها high performance high performance ونخليها maximum performance زي ما هي نخليها زي ما هي شباب prefer maximum performance وخلص هون نخليها زي ما هي اخوان اكسبلورر هادا الشباب اذا نزلنا للتاسك ماناجر فهذا هو ننزل تحت هذا هو الويندوز اكسبلورر هو مدير المهام في الويندوز يخوان مدير المهام هو العقل المدبر للويندوز فمثلا تقدر تجرب بس تعمله انت تاسك حبيبه والله الجهاز عندك رح يعلق ولازم تعمله اغلاق من زر التشغيل للكمبيوتر عشان تقدر تطفي الجهاز فلو بدك تجرب تقدر تجربه ولكن انا ما بنصح تجربها خليك المهم انه هذا هو العقل المدبر للويندوز فاحنا بنجيبه لهون وبنخصصه اعدادات البرفورماس عشان يركز عليها الكرت ونحصل على اداء افضل بالنسبة له وبالتالي نسرع من اداء الويندوز لازم نحسن من اداء الـ X Explorer هذا ولو لاحظتوا كتير مرات بيعلق الـ X Explorer هذا وبيقولك انه في خطأ وبالجهاز كله بيوقف فهاي خطوة مهمة جدا انك تضيف الـ X Explorer لهذه الخيارات الخيار هاد الشباب تقدر البروزيسر هون تقدر تختار كرت الشاشة الخاص بك او المعالج انت رح تشوف الاقوى عندك كان الكرت الشاشة اقوى تقدر تختاره وكان المعالج اقوى تقدر تختاره فانا مخليه زي ما هو اوتو وهو مختار لي كرت الشاشة هون زي ما بشوفون شباب الريزوليوشن من هذا الخيار تقدر تختار اعلى الريزوليوشن عندك على الشاشة انا الاعلى عندي هو 75 فمخليها زي ما هي 75 و 70 ابلاي وهون بالنسبة للديسكتوب كولور بتيجي هون وتنزل الخيار ديجيتال فيبرانز هذا انا مخليه 85 مزود الوان عشان تعطيني الوان جميلة جدا مسراحة فمخليه على 85 ديجيتال هذا وبعدها ابلاي فخلص بالنسبة للاعدات اللي بتأثر على الاداء فهاي اللي بتأثر بشكل كبير احنا حكينا عنها في هذا الفيديو خطوة اخيرة ننزل تحت graphics settings اكيد هاي الخطوة شباب سلا بقد كلمت عنها في اكتر من فيديو مهمة جدا بتشغل وتفعل هذا الخيار ومن هون تقدر تضيف اي لعبة عندك على الجهاز وتركز عليها كرت الشاشة بشكل اكبر الفوتوشوب على سبيل المثال وبقول له add وبجي هون وبقول له high performance خيار مهم جدا save وهيك بنكون خلينا الكرت يركز بشكل اعلى ويعطي امكانيات اكبر للبرنامج الفلاني هذا فخلص شباب في شروحات كتير على القناة لتحسين اداء البي سي على الالعاب وتحسين اداء الويندوز على الالعاب تقدرون ترجعون الها اكيد رح تفيدكم بشكل كبير جدا خاصة في مشاكل هوبوت الفريمات وهوبوت الاف بي اس تقدرون ترجعون الها ولو بدكم يخوان نسوي نفس هاي شروحات على كرت ان في ام دي كمان وكرت انتل نرجع لها فاكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله الايام الجاية نسوي عنها شروحات وخلص لا تنسونا اكيد باللايك شباب اذا ما كنتم منشاركين في قناة شارك في قناة فعلوا زر الجرس وخارجوا اشعارت على الكل ترمز قصرين انتو كتير باللايكات يا اخوان فلايكاتكم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ان شاء الله ما ضلش اغرب ادعكم اذا ما ان شاء الله شوفكم في مقطع فيديو السوري سنتوري قادم سلام عليكم ونحضو الله اشتركوا في القناة